أهلا بكم من جديد مشاهدنا إذن يرتقب أن نسجل إن شاء الله تساقط بعض الأمطار الرعدية على المناطق الشمالية بحول الله وهذا إلى غاية التاسعة من مساء اليوم مع تشكل كذلك رعود منعازلة ستخص أغلب المناطق الداخلية الشرقية والولايات المعنية هيك من الجزائر العاصمة تيبازا بومرداس البوليدة ولاية المدية تيزي وزول بويرا كذلك عن نابا بيجاية جيجلسكيكدا قاسنطينا تبسا أم البواقي بورج بورريج قالمة طارف وولاية السقهراز بداية من يوم الغد إن شاء الله سيكون في تحسن شامل في الوضعية الجوبيدة تقص مشمس ومستقر فيما يخص أغلب المناطق الشمالية الساحلية منها وحتى الولايات الداخلية مع تسجيل أيضا تقص مشمس إلى غائم جزئيا على أقصى الجنوب الجزائري نحو مرتفعات الهوكار والتسيلي على الأمو فيما يخص شمال السحراء منطقة الوحاد كذلك الجنوب الغربي الوضعية الجوبيدة ستكون مشمسة ومستقرة فقط تنسجل دائما هبوب رياح قوية بالنسبة للولايات الجنوبية مصحوبة بتطاير بعض الزوابع الرملية على وسط السحراء وكذلك فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري إذن الطقس المشمس والمستقل سيخص أغلب المناطق الشمالية وحتى الولايات الجنوبية حسب توقعات النماذج الرقمية للرصد الجوي وهذا إلى غاية يوم الاثنين على الأقل أما فيما يخص مشاهدين درجات الحرارة القصوى المسجلة ستقارف في حدود 31 درجة على معسكر أتلمسان 30 درجة فيما يخص وهران مستغانة معد تيموشت نوعا ما سترتفع على المناطق الغربية حوالي 27 درجة بالجزائر العاصمة كذلك على أقل ماسو قهراس عنابا بيجاية جيجي الواسكي كذلك 28 درجة بيتسمسية بوسعادة وكذلك بولاية المسيلة تصل إلى 31 درجة بحول الله على شلف غليزان 32 درجة كذلك بي سيدي بالعباس نعم البيض ومشاريات 28 درجة فقط يرتقى بنو سجل درجات حرارة منخفضة خلال المساء على منطقة الأوراس إذا تتراوح بالنسبة لقصنطينة سطيفت بس خنش لباتنا إن شاء الله بين 10 إلى 12 درجة فقط خلال الليل بينما سترتفع حتى خلال الأيام المقبلة ومع التسجيل التحسن في الوضعية الجوية والأجواء ستكون مشمسة ومستقرة فيرتقى بنسجل إن شاء الله ارتفاع في درجات الحرارة القصوى على أغلب المناطق الشمالية خاصة بداية من يوم الأحد بحول الله بما يخص مشاهدين كل من أدرار تندوف كذلك بإنسالح برج باجي مختار وإنجزان بين حوالي 40 إلى 44 درجة 40 درجة بإليزي جونيت إناميناس ببشار 30 درجة حتى على غردايا المنيعة الوادي توكورت لمغير وورغلا تقارب في حدود 31 درجات حرارة فصلية فيما يخص شمال الصحرى منطقة الوحات وكذلك الصورة أما فيما يخص مشاهدين حالة البحر فسيكون هادئ تماما على أغلب السواحل الوطنية بداية من يوم الغد السبت إلى غاية يوم الاثنين رياح ضعيفة لن تتعدى لـ 20 كم في الساعة مع رؤية متوسطة وعلو والأمواج يتراوح بين المتر إلى المتر ونسف وهذا على طول الشريط السحري إذا المشاهدين الكرام كانت هذه التفاصيل الوطايا الجوبي المرتقبة بحول الله خلال الساعات القليلة المقبلة شكرا لكم على أكرم الإسرائي والمتابعة والعودة لاستكمال بقية الأخبار بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر